في هذا اليوم كان الاتفاق أن أواكب لواء شهداء حلب المهام الخاصة بين الأنفاق وصولا إلى مشاهدة حية لعملية قتالية في سيف الدولة إلا أن المصادفة جعلان شاهدة استثنائية على صفقة من صفقات العصي وفي هذا اليوم أيضا انقطع الاتصال بين القناة الجديد ومفادتنا إلى سوريا يمنى فوز وعند التسعة ليلا وتزامنا مع مقتل الصحفية اليابانية تلقت الجديد اتصالات عديدة من قيادات في الجيش الحر تؤكد مقتل مرسلتنا فحلة وبعدما طلبت القناة الاتصال بمسؤولهم على الأرض وحيلت على أبو جنادة قائد كتيبة شهداء حلب فجاء الحديث معه على النحو التالي مرسلتكم يونة فواز؟ نعم طمن عليها استجهدت مرسلتكم في حلب قتلها النظام الغاشم افضحوا هذا النظام الفاجر غارقت الجديد في السواد والحزن وبدأ الخبر ينتشر على مختلف المواقع الاجتماعية وأكده كذلك معظم الناشطين السوريين ومعظم المجموعات المسلحة وعلى مدى ساعتين توالت الاتصالات المعزية وبعد ساعتين فجأة تعود يمنى إلى الحياة لتتصل بالقناة وتطمئنها أنها في مكان آمن وصحة جيدة ولم تدخل حتى منطقة القصف في هذا اليوم خبر بقدر ما كان مطمئنا كان مقلقا قررت إدارة القناة سحب يمنى فورا من سوريا فأجرت اتصالات بجهات أمنية ومجموعات معارضة لتضمن خروج يمنى وبعلم السلطات التركية يتيح أحد الضباط المنشقين إصالها إلى الحدود ومن ثم إلى الجهة التركية وبمرافقة وسيط عربي وعلى الحدود يتسلمها ضابط تركي ويطمئنها أنه سيوفر لها الحماية إنما هناك إجراءات اعتيادية قانونية لن تتعدى ساعة قليلة ويجب اتخاذها قبل مغادرتها الأراضي التركية إلى لبنان إلا أن يمنى لم تكن مطمئنة قط فلهذا الضابط تحديدا قرص في شهادة يمنى نادرة على صفقة العصر في الساعة السابعة صباحا ينقطع الاتصال بيمنى على مدى ثلاثة أيام ويفقد أي تواصل أو خبر عنها بالعودة إلى ذلك اليوم الاثنين في عشرين من آب 2012 تشابك أحداث لا مجموعة مصادفات ففي مساء ذلك اليوم نقصد أكثر المناطق حساسية وهي نقطة استثنائية حدودية في الأراضي السورية تشهد على أعمال السلطات التركية منطقة تسليم السلاح وهي لا تبعد من منطقة أطمئ سوى دقائق توجهنا إليها مع بعض المقاتلين بين السهول ووصلنا إلى حد فاصل بين الحدود التركية السورية حيث الأسلاك الشائقة الانتباع الأول مشهد سينمائي يتجسد في واقع سهل مظلم مملوء بأشجار الزيتون جموعاً من المسلحين ضوء خافت يومد أحياناً من إحدى الشاحنات شاحنات محملة بالأسلحة وكل مجموعة سورية تأخذ نصيبها وتذهب ومجموعة مسلحة تتوزع على جوانب السهل طلب مني عدم التصوير إلا أن ضخامة المشهد حرك فضوري الصحفي جلت بينهم ألتقت الفيديو بالخفاء وفي أثناء ذلك يتقدم أحدهم يتكلم الإنجليزية ويسأل عن سبب وجود أنثى في المكان ليكتشف أن هويتها لبنانية وعلى الأجح صحفية فيسرخ بالمجموعة وبعد ذلك مباشرة يتم تعزيز الجيش التركي على الحدود وتمنع إحدى المجموعات من العودة إلى انطاقيا لتعلم القناة بعد ساعات بخبر مقتل مرسلتها في سوريا وبعد منتصف الليل وتحديدا عند الساعة الثالثة والنصف فجرا تقوم مجموعة بنقل يمنى إلى الحدود بهدف إخراجها من سوريا كي لا يتم قتلها وهنا كانت المفاجأة تم تسليم يمنى فواز للضابط التركي نفسه الذي كان متواجدا داخل الحدود السورية يشرف على عملية توزيع السلاح والذي اشتد غضبه حين رأاها في المنطقة المحظورة يعني كانت مفاجأة بل أنا فيه يقول أنه كانت صدمة لأنه هو ذات الضابط التركي اللي كان أثناء عملية تسليم السلاح للمعارضة السورية هو ذاته اللي عم يجي يقول لي أنه أنا حنقذك من التصفي اللي بدت تملأ لك جوا كان أنه خطرت أنه بسلم حالي يعني إلى حد ما لهذا الضابط التركي على وعد منه أنه التحقيق ما ما بياخد ما بيتعدى الساعة نوصل لأنطاكيا بتسلم لضابط تركي تاني بياخدوا كل الفيديوهات بياخدوا الكاميرات بياخدوا كل الأشياء اللي كانت معي بنتوجه على قتال اسمه أنطاكيا على أساس التحقيق ما بده يتعدى النص ساعة بيمتاد بعدين ليوم لو يومين لا ثلاثة وكان كمان في مفاجأة تاني أنه هو أول سؤال بينسأل لي هو أنت شو طايفتك وبها هالثلاثة أيام التحقيق كان كل الوقت في تركيز أسئلة على أحد الأحزاب السياسية الدينية في لبنان بعد أسبوع من عودتي على لبنان بيبعتوا كل المواد اللي كانت معي للقنصلية ومنستلمها بعدين بس بيكون بالتأكيد من حما أنه هو يمكن المقطع اللي كان عنده الحساسية جداً عليه هو مقطع الحدود اللي إله علاقة بسلاح